أنا اليوم دوري أن أقدم المعلومة دور الحكومة تطلع تقول للناس يا عمي أنا 65 واحد عينتهم كويس القانون بسمح لي أعين هذا بهيك وهذا بهيك أنا دوري أقدم المعلومة وليس أدافع وأبرر للحكومة ليش عينت بهذه الطريقة وهذا الطريقة هذول 65 موقع قيادي في حكومة المملكة الأردنية الشمية في سنة أكثر من حكومة الرزاز الرزاز كنا نحكي أنه غير كثير حوالي 40 هذا 65 اليوم الناس بيهمها تعرف ليش هاي المواقع قاعدة تتغير ليش أنا كل يوم بغير وهل في مسببات هذه هي بتتغير من خلال لجنة أنا مش بقولش أنه التعيين من خلال اللي جان هو الصح أنا بقول شو مهم نصالب السلطناء هو الأصل آه هذا الواقع 52 أنا ما أعلم على الحكومة أن توضح من خلال الناطق نعم صحيح الذين لم نسمعوا للآن مع كامل الاحترام منه ما أعلم أن الأمناء العامين ومن في حكمهم ووظفي الفئة الثانية يخضعوا لإجراءات تنافسية بجوز وظيفة وحدة لم تخضع اللي هي مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع بقرار من مجلس الوزراء وأيضا له مركز الأوبئة مكافحة الأوبئة أيضا لأنه براتب ورتبة وزير صدر بقرار مجلس الوزراء أعضاء مجلس الإدارة لا أعتقد أنه خضعين لفئة العليا لا مش فئة علية يا دكتور عامر ليس فئة علية أنا سيدي أنا بدي أقول لك أنا هاي علشان يعني إحنا بكرة عشان نكون منصفين أنا بوعدك أنه بكرة الصبح نعم على كل وسائل الإعلام التعيينات كاملة ضروري ضروري علشان نحن نكون يعني عشان نكون يا سيدي أنت في عندك تعيينات من مجلس مفوضي الطيران مدير هيئة مدير الآثار أعضاء مجلس اقتصادي واجتماعي أعضاء مجلس مفوضي الأوراق المالية تشكيل مجلس البريد الأردني وأعضاء مجلس البريد الأردني سفراء المحافظين والسفراء أعتقد تكتين عندك أمين عام أوبئة عندك إعادة مجالس إدارة تلفزيون عندك مدلس تعليم عالي عندك أيضا دائرة إحصاءات عامة تعيين نهاية استثمار كل التعيينات إحنا بقرأ نحطها في الإعلام سيدي نا إسيدي إحنا شو كيني لا لا إحنا بنعممها بشكل مهوعشان إحنا كمان أستاذ محمد اسمحني بس فيها عشان أطلع لها دكتور زيد عشان يقول لي شو منها مش قيادة لا أنا ما أفهم وإحنا بنقرأ في خبر تعيين أنه اللجنة عينت أكبر أو أكثر الحاصلين على أعلى الدرجات وهيك قرار مجلسي وزراء 13 واحد المعينين هيك 13 13 وهيك الرقم نعم صحيح بس أعضاء مجلس الإدارة هل هم من الفئة العليا؟ أنا هذا الحكي مش مسؤوليتي اللي أبرر إحنا مسؤوليتك إن الحكومة تطلع تقول شو اللي لازم تعيينت وليش عينت وفي هذا الموضوع ننتظر من وزير الدولة لشؤون الإعلام أن يضع يعني بتعرف محمد إذا سمحت لي بعرفش الوقت المتاح كدير اه تفضل يسي تفضل أنا إحنا سنبقى بهذا الجدال مستمرين بأنه هاي الأربع عشر في المئة كافية هاي التعينات صحيحة هذا إحنا عندنا إشكالية ولازم نعترف بها ترجمة نانسي قنقر